اشتركوا في القناة العرض المقدم ليسيم بونو من ريال مدريد وتفاجئ الجميع بردة فعل غير متوقعة المنتخب الاسترالي يقصي المنتخب الفرنسي النسوي من منذ السيدات استرالية نيوزيلاندا يوفينتوس يستغل تأخير يونيت فيبع بعض اللاعبين من اجل التعاقد مع النجم المغربي سوفيا امرابط نجم المنتخب المصري يعين رسميا عن انضمامه لصفوف نادي الرجاء الرياضية وتقديمه كلاعب جديد سيكون المساء اليوم انطلقت مغامرة اشبية في الموسم الجديد من الدول الاسباني بخسارة مريرة على ارضية منحبه رامون شانسيس بيسخوانا اما مضيه في فالانسيا بنتيجة هدفه الواحدة وذلك لما منافست الجولة الاولى من لديك وترأس المدرب خوصي لويز مندي ريبار قائمة فارق الاندلوسي في هذا اللقاء حيث اعتمد على المغربي يسيمبونو في المرمى الفاريق وكذلك توجد يوسف نصيري كرأس حربا وتأخر نادي فالانسيا في هذا اللقاء في الدقيقة الستون قبل ان يسجل مختار دياخبي بهدف الافتتاح لصالحهم لكن الدولي المغربي يوسف نصيري أبدع في الدقيقة التزجع والستون بتسجيل هدف التعادل لإشبيريا ولم يساعد الفاريق الاندلوسي طرد لوكي بادي في الدقيقة الواحد والثمانون حيث أكملوا المباراة بعشر لاعبين واستغل فالانسيا هذه الفرصة لتحقيق الفوز بتسجيل هدف الانتصار في الدقيقة التامية والثمانون من قبل الإسباني خاف غيرها رد رئيس نادي إشبيريا الإسباني بي بيكاسور على أنباء وجود اهتمام من ريال مدريد للتعاقد مع المغربية سينبونو وتحرك للطفر بخدمات الأخير خلال الميركات الصيف الحالية وشارك خبير الميركات فابريزو رومانو تصريحات رئيس إشبير الأخير التي تناولت موضوع اهتمام ريال مدريد ببونو وتحرك لضمه نافيا توصل بأي عرض من الملك لضم المغرب وقال الرئيس الأندلوسي في الموضوع لا يوجد شيء حتى الآن ولم تحدث بيننا أي مفاوضات وبهتبونو على رأس إتمام ريال مدريد في الميركات الحالي بضع إصابة قوية التي تعرض لها حارس مرمى البلجيكي تيبو كورتو والممثل في قطع الرابط السلبي سيبعده لقرابة ستة أشهر على الميدان بلغ المنتخب الأستراليا المضيف نصف نهائي كاص العلم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوز على المنتخب الفرنسي بركلات ترجيح سبعة لستة بعد تعطله ما في الوقت الأصلي والإضافي دون أهداف السبت في فابريزيون حيث أهضرت لعبات المنتخب الفرنسي أربع ركلات ترجيحية مقابل ثلاثة لأستراليا التي ستلاقي في النصف النهائي الفائز بين إنكلترا وكولومبيا في المباراة تقام لاحقا في سيدني دخل فريق يوفينتوس المنافسة مع مونشستر يونيتد من أجل تعاقد مع الدولي المغربي سلفين أمرا لاعب نادي فيورونتينة وفقا للتقارير المصادر البريطانية فإن يوفينتوس يحاول استغلال تأخري ونهيشد في الحسم في صفقة أمرابة لصالحه بحكم أن الفاريخ الإنجليزي ننتظر بها بعض لاعبين لتمويل هذه الصفقة وقالت المصادر ذاتها أن يوفينتوس دخل على خط انتظاب اللعب المغربي بحكم أن قرار بعقد أحد اللاعبين والاستفادة منه ماليا لتقديم عرض رسمي لنادي فيولا ووفقا للتقارير الإعلامي الإيطالية فإن مونشستر يونيتد سيبدأ محادثه للتعاقد مع أمرابة في 15 غشة الجاري حيث سيستأنف مسؤولوها المفاوض اسم هنقدر جيرونتينة من أجل حسم التعاقد مع الدول المغربي في وقت قريب للالتحاق بالنادي الإنجليزي ومن المقرر أن يرسل مونشستر يونيتد ببلغ 25 مليون يورو من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب المغربي إلى الدول الإنجليزي ممتاز وتصدر الإشارة إلى أن عقد الدول المغربي سفين أمرابة مع فيولا سينتهي في سنة 2024 وقع اللاعب الدول المصري عمرو وردة في كشوفات نادي الرجاء الرياضي يوم أمس الجمعة وذلك بعد الخضوع للفحوصات الطبية الروتينية ليبرم بذلك النادي الأخضر صفقة جديدة في الميركد الصيف الحالي وعلمات البطولة أن اللاعب البالغ من عمرو 29 سنة قد أمضى كافة العقود مع الرجاء وسيتم تقديمه مساء اليوم بأكاديمية النادي وإن ضم وردة الذي يشغل مركز الجناح وقال بالهجوم إلى الرجاء في صفقة الانتقال حرب عقب مغادرة لصفوف نادي أبلون لي مارسول القبروسي الذي يجاوره في الشرط الثاني من الموسم الفريط ويشار إلى أن الدول المصري خاض 30 مبارات مع المنتخب الأول سجل فيها هدفا واحدا كممثل الأندي عديدة مثل باوكسونينكا ودرسال يونانيين عينة لجنة الحكام التابعة لإتحاد الغربي لكرة القدم الطاقم التحكمي مغربيا لقيادة مباراة نهائي الذي سجمعه بين النصر والهلال السعوديين في البطولة كأس الملك سلمان للأندي العربية وأسند مهمة قيادة المواجهة النهائية للمطولة العربية للحكم الدول المغربي رضوان جيد بمساعدة مواطنه لحسن أزاكو مساعدا أولا عدو أعنى الجهاز المذكور مغربي مصطفى أكرداد حكما مساعدا تانيا بالإضافة إلى مواطنه سامير أكزاز في غرفة الفيديو فيما سيتولى المصري محمد البنى ظهور حكم الرابع في اللقاء ويواجه النصر نظيره الهلال يوم السبت في جمام سهر رابع أسران بتوقيت غرينيتش على ملعب مدينة الملك فهد الريادي بمدينة طائف صعودية شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر